السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم مصلنا إلى الدرس رغم 16 من سلسلة تعلم أحرف اللغة الإنجليزية خذنا الـ A, B, C, D, E اليوم مصلنا إلى حرف الـ F الـ F اللغة الإنجليزية له لفظ واحد وهو يلفظ إذن تنفخ الهواء لا يوجد اهتزاز بالحباء لصوته حطي ذلك هنا إذن يعني 99.99% يلفظ طريقة واحدة يلفظ في طريق اللفظ الثاني في هذا الدرس سوف نرى ذلك إذن دعونا نشاهد الكلمات هنا لدينا هذه الكلمات مثلا انتبه فات فات شايفين هي كيفلط فات ما في احتزاز بالحباء لصوته فات فات إذن فات بمعنى سمين إذن يلفظ F هنا فات بمعنى ماذا؟ سمين إذن هنا حرف الـ F لفظة فات فات الكلمة الثانية كمان فورم فورم شايفين فورم فورم إذن يلفظ F هنا فورم بمعنى شكل أو صيقة فورم فورم أما هناك الكلمة الثالثة F انتبه على هذا كيف عم أنفخ فاست 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 بمعنى سريع ف إذن يلفظ F انتبه فات فورم فاست فات فورم فاست في بعض الأحرف أخذناها في الدروس السابقة جت مع بعضها تلفظ نفس صوت الـ F أجي وليش في آخر الكلمة إذا تذكرون في الدروس الماضي تلفظ F مثال لف 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 بمعنى يضحك شايفين إذن هنا عدنا أحرف مركبة تلفظ مثل صوت الـ F لف لف بمعنى يضحك فون فون انتبه كيف نفخ الصوت وينما في اهتزاع فون فون بمعنى يتصل إذن الـ P ولش تلفظ F هدنا أحرف مركبة جمعنا مع بعضا يلفظا تلفظ F جي ولش في آخر الكلمة دائما تلفظ F مو دائما طبعا في استثنات الـ P والـ H تلفظ F أكرر الـ P والـ F دائما تلفظ F صوت F بس في كلمة واحدة تلفظ في طريقة ثانية وهي كلمة هذه الكلمة ها أف 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 شايفين أف أف هنا في اهتزاز مو أف 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 ما يقول لك هنا مثلا جملة مثال ميد ما نقول ميد أف ميد أف ميد أف ميد أف ميد أف أف شايفين ينبي اهتزاز صوتها؟ كانوا عم نلفظ حرف V ميد أف ميد أف ميد أف شايفين يعني؟ ميد أف مصنوع من ميد أف إذن هنا مع الأف يلفظ أما إذا كانت دبل أف فهي تلفظ أف نفسه الأولى أف أما إذا في وحدة تلفظ أف ميد أف ميد أف ميد أف ما نقول ميد أف ميد أف ميد أف إذن هذه بالنسبة لحالات الف إذن الف تلفظ الصوت الف مثال بعض الأحرف المركبة جمعناها مع بعض يلفظ الف مثال مع كلمة الف يلفظ كأنه هنا عندنا يا شباب هنا أ بس هاي الكلمة تكون لفظة يعني هنا فيه اهتزاز أما إذا كانت ثان دبل فيه تلفظ عادي إذن هذا هو لفظ طريقة الاف إذن لا فيه اهتزاز ولا شيء أرجو أن تكون قد استفدتم من درس اليوم وهذا كل ما يخص حرف الاف أرجو ما عليك سوى هو أن تذب إلى قوائم التشغيل في قناتي وعلى كورس تعلّم أحرف اللغانيزية وتابع الدروس أول بأول من شاء الله تكون الفائدة كبيرة كان معكم المدرس صالح حاج عيسى من مدينة مرسين في تركيا سيو جود لك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا تنسونا من صالح دعائكم ترجمة نانسي قنقر